وتقنين زراعة وتجارة القنب الهندي بحجة استعمالها لأغراض صحية لو نتحدث بداية عن في رأيك لماذا يفعل نظام المخزن هذا الآن بالذات؟ إذا سمحت لي سؤال مهم جداً ويحتل صداره في الساعة لكن نرجع للوراء قليلاً بحيث نتحدث على زراعة القنب الهندي في المغرب من المعلوم أن المغرب هو أكبر منتج للقنب الهندي أكبر منتج ومصدر للقنب في العالم وهذا يعني مشكلة متاعية للمجتب الأمم المتحدة وكل هيئة الدولية تقرر بذلك وإلى جانب المغرب يوجد كولومبيا بالنسبة للكوكاين وفرانستان بالنسبة للأفيون لكن الفرق بين هذه الدول الثلاثة هو أنه سواء بالنسبة للكوكاين في جنوب أمريكا في كولومبيا أساساً أو الأفيون في فرانستان في كل من فرانستان وكولومبيا هناك عدم استقرار أمني هناك ميليشيات تحمي هذه الزراعة أما المغرب فبلد مستقر نسبياً يعني ليس هناك تأثير أمني على الزراعة ومع ذلك مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في 2003 ده دراسة ميدانية وصرح بأن المساحة المزروعة في المغرب القنب بلغت 134 ألف هكتار 134 ألف هكتار بما يضعه في أي مرتبة فيما يخص يعني الدول؟ مرتبة الأولى بالنسبة للقلم في العالم بلحيث الزراعة ومنحيث الإنتاج بناء على هذا التصريح مكتب الأمم المتحدة كان عنده مكتب ملاحظ في المملكة المغربية فلما صرحوا بهذه الدراسة الميدانية طردوا من المغرب والآن أصبحت تصريحة تقرير الأمم المتحدة لربما نعود له بعد قليل كل سنة يشير بأنه طبعاً تقرير يبنى حالياً على تصريح الدول يعني كل سنة مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة يبعد استبيان لكل الدول التي أمضت على المهادات ويطرح لها عدد من الأسئلة فبناء على التصريح تأهدي الدول يصدر القانون يصدر التقرير السنوي فيما يخص يعني هذه النقطة هل أنت تقول أستاذ عبد النوري أن المغرب لا يحترم المعاهدة في إطار المعاهدة التي قامت بها الأمم المتحدة نعم نعم قلت أن المجتبة الأمم المتحدة يصدر تقرير سنوي تقرير سنوي 2019 يقول باللي بناء على تصريح المغرب بلغت مساحة الزراعة 47 ألف هكتار يعني هذا ما تصرح به المغرب فهذه كمية كبيرة جداً وتقرير المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان يشير أنه في 2004 كان 70% من القنب المستهلك في أوروبا مصدره المغرب فإذن ليس هناك خلاف بأن المغرب هو أكبر بلد منتج ومصدر للقنب الهندي الآن تجارة المخدرات تخضع لمعاهدات دولية هما هناك ثلاث معاهدات دولية أساسية كان المعاهدة الوحيدة حول المخدرات لسنة 1961 1961 والتي عدلت ببروتوكول 1972 وبعد ذلك جاءت معاهدة 1971 حول المؤثرات العقلية وأخير المعاهدة الثالثة والأخيرة هي معاهدة الأمم المتحدة حول التجارة غير المشروع في المخدرات المؤثرات العقلية اللي يصدر في 1988 الآن المغرب ينضع المعاهدات ثلاثة هادو وعندما تمضي بلد على المعاهدات فيستلزم عليه التزامات يحترمها من ضمن هذه الاستزامات هو التقيد بمحتوى هذه المعاهدات نتحدث عن ما يحتوي عليه هذه المعاهدات ما الذي تحتوي عليه كقوانين يجب على الدول احترامها؟ أولاً ممنوع الزراعة ممنوع التجارة غير المشروع إلا لإغراض علمية وإغراض طبية منصوص عليه في المعاهدات هذه يعني تلتزم الدول ببناء على المعاهدات على ليس فقط لعدم اللجوء إلى الزراعة والتجارة غير المشروع والتوزيع والمساعدة وإنما محاربة كل هذه الأعمال فلما يمضي دولة بلد يمضي على معاهدات يصبح ملزم بمحتوى هذه المعاهدات وليس ملزم فقط إنما ملزم كذلك بتقديم تقارير سنوية لهيئة الممتحدة حول العمل التي يقوم بها طيب أستاذ عبد النوري المغرب في هذه الخطوة أرجعتها أنه سيتم استعمال زراعة القنب الهندي وتجارته لأغراض طبية فيما أن هناك تحليل أخرى تقول أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الداخلي للمغرب هو الذي دفعها لتوجه نحو تقنين هذه الزراعة هو معلوم أن المغرب أصبح بناء على مبدأ تقاسم المسؤولية حول التخلف وحول الفقر ليعني هو أصبح مبدأ مقبول دوليا أغتنم هذه الفرصة لابتزاز هيئات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بحيث في البداية خرجها قال بأنه لكي نمنع هذا المزارعين الفقراء من زراعتهم لازم ندير لهم الزراعة البديلة فطلب أموال كثيرة من هيئة الممتحدة لزراعة البديلة للقنب الهندي فلما تحصل على أموال ننتقل إلى مرحلة أخرى قال التنمية المستدامة يعني ليس فقط نعطيهم لزراعة بديلة إنما لازم نطور لهم المعيشة في أماكنهم هو بصفة أساسية في الريف في الريف المغربي وبحيث ديروا المشاءات القاعدية الكهرباء والطرقات إلى أخير أموال كثيرة ولما نال كذلك بهذه الطريقة انتقل مرحلة أخرى يعني كل مرة ينتقل مرحلة قال بلي ليس فقط التنمية المستدامة إنما التنمية الاستدامة الوقائية يعني حتى المزارعين المغاربة الذين لا يعملون في زراعة القنب الهندي لازم نطور لهم المنشآت والمعيشة حيث يعيشون كي لا يذهبون إلى زراعة القنب الهندي هل يمكن القول اليوم أستاذ عبد النوري أن المغرب يحاول أن يمتص غضب الشارع فيما يخص يعني الوضع الاقتصادي والاجتماع المتدهور داخليا من خلال طرح هذا المشروع ليش الكفيدة ليش الكفيدة ليش أشرت قبل قليل بأنه زراعة القنب في المغرب يعني هي محصورة أساسا في منطقة الريف صحيح المغربي ومنطقة الريف معروفين بأنهم ناس دايما معارضين للقصر فلذلك لما يغض الطرف على زراعتهم هو يستلطفهم يستلطفهم يعني يحاول يجلبهم إلى جانبه فزراعة القنب أصبحت وسيلة للحكامة في المغرب بحيث يستعملها للترغيب وللترهيب لمن يريد أن يستميله إليه يسمح يغض الطرف عنه ومن يريد أن يضغط عليه يمنع عليه فلذلك هي أصبحت يعني تعامل المخزن وتعامل القصح حتى القصر الملكي أصبحت وسيلة للحكامة وسيلة للتسير فحتى في هيئات منتخبة هناك معروفين ناس بزيه يستعملون المخدرات فإذن يستعملها لإسترداء المسؤولين والمؤثرين في المجتمع والمهربين الكبار وحتى بعض السياسيين طيب أستاذ عبدالنوري نعود للحديث عن الشرعية الدولية وكذلك الأطر القانونية هل هناك تجارب كذلك لتقنين تجارة وزراعة القنب الهندي دولياً يعني دول أخرى غير المغرب توجهت لهذا الأتجار نعم هو في المعاهد التي أشرت إليها تشير إلى أنه يعني زراعة القنب وتداوله بصفة شرعية لإغراض طبية ولإغراض البحث العلمي يعني مشروعة مسموع بها ما يحتاج إلى شريع إنما التقنين في إطار القنب بصفة خاصة في المجتمع الدولي كان نوعان من التقنين اللي جئت له بعد الدول أولاً بعض البلدان اللي وصلت لها الاستهلاك إلى منسبة كبيرة في أوساط الشباب صبحوا يستحيل يعني منع تداول المخدرات فلجأوا إلى يعني نزع الطابع الجزائي والطابع العقابي على استهلاك القنب ولدلك من أجل تقليص الأضرار لأنه لما يسمحوا به يكونوا يعرفوا من يتعاطى أين يتعاطى وكيف يتعاطى ففي ذلك يقلوا من الأضرار الناجمة عن تعاطى المخدرات بصفة عامة لأنه تعاطى القنب يؤدي إلى تعاطى أنواع أخرى بما في ذلك الحقن وما يرتبط به من أخطار متعلقة بالسيدا وبليباتيت إلى أخيره فالمغرب ليس هذا هو شأنه المغرب لم يستطع يعني هو لا يستطيع أن يتخلى عن زيرات القنب الهندي لأنه هيئات المختصة تشير إلى أنه عائدات التجارة في القنب الهندي في المغرب تتراوح بين 8 و 12 مليار دولار سنوياً فلا يمكنه أن يتخلى عن هذه فلذلك هو يحاول أن يختبئ وراء هذه النافذة التي تتحها معاهدات 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 دولية معاهدات دولية للمخدرات لأنه يعني يسمح باستعمال القنب للغراض الطبية وغراض البحث العلمي لكي يبرر أو يحاول تبرر وطبعا هذا لا ينطلع على أحد لأن الزراعة لأغراض طبية ولأغراض البحث العلمي لا تطلب مثل هذه المساحات حتى هو يقول 47 ألف هكتار ويعني هذا تصريحه حتى لما قلص المساحة من 134 ألف هكتار إلى 47 ألف هكتار يعني الهيئات المتخصصة في أوروبا وفي غير أوروبا التي تدرس انتشار القنب قالوا رغم التصريح بتقليص المساحات الزراعة إلى أن المنتوج كمية المنتوج لم يقلص فإذن يشكتون حتى في هذه المساحات التي يصرح بها طيب هل من إجراءات ربما سيتم اتخاذها للتأكد من هذا الأمر يعني توجه المغرب كنت أشرت إلى أنه المغرب كان موجود هناك مكتب جهوي للأمم المتحدة لهيئات المتحدة لمكافحة مخدرات الجريمة في المغرب لكن لما داروا الدراسة الميدانية وصرحوا بالليل مساحة المزروعة هي مية وربعة وثلاثين ألف هكتار طردوهم من المغرب والآن يبقى يعني المصدر الوحيد هو ما يصرح لما تصرح به السلطات المغربية بناء على يعني مستلزمات الإمضاء على المعاهدات المختلفة طيب وردالي يعني من المعروف أنه الدول عندما تصادق على المعاهدات فهيئات المختصة الهيئات المختصة لا ليس لها سوى الضغط الضغط أو التنديد الضغط أو التنديد يعني ما عندهاش إمكانيات قصرية لتلزم يعني بالقوة الدول يعني لانصياغ إلى تطبيق القانون فلذلك يعني لا يمكن لا توجد هناك هايئة دولية عندها يعني قوة الردع عملي إنما يكتفيوا بالتصريح في التقارير الدورية نعم نتحدث عن إغراق معروف أن المغرب يغرق دول الجوار بهذه السموم وبتوجه المغرب لزراعة وتجارة هذا القنب الهندي الأكيد أن التهديد سيتضاعف نتحدث عن التهديد الذي يشكله تقنين تجارة وزراعة هذا القنب الهندي على الدول المجاورة ونخص بالذكر هنا الجزائر هو حتى في إطار المنع السوق الجزائرية والسوق الدول المحيطة بالمغرب يعني مليئة بالقنب المغربي فلكن عندما هو يقنن يحاول تبرير يحاول تبرير ولكن الحيلة هذه لا تنطلع لأحد في الجزائر فقط من أهداف من المناطق المستهدفة من طرف المهربين في الجزائر في الخمس سنوات الأخيرة تم حجز 375 طن من القنب الهندي المغربي وفي سنة 2020 حسب تصريح الديوان الوطني متفعة المخدرات تم حجز 77 طن ربما المستمع الكريم والمشاهد الكريم ما يقدرش لما نقول 77 طن معناه 77 مليون غرام إذا قلنا كل غرام يمثل جرعة يعني 77 مليون جرعة من القنب تم حجزها هذه كمية كبيرة جدا والمغرب يستهدف الجزائر بالإضافة إلى أوروبا والشرق الأوسط لسببين أساسيين أولا جعل شبكة توزيع المخدرات في الجزائر دائما حتى دائما من أجل دائما التهريب المخدرات إذن يجعل النشاطاء المهربين المخدرات في الجزائر دائما تانيا إغرق السوق لما تغرق السوق يزيد الاستهلاك في أوساط الشباب لما يزيد الهتلاك تزيد العائدات للقانب الهندي تالتا وهو الأساس هو ضرب الجزائر في قوتها الحيوية وهم الشباب عندما تغرق السوق فإنه يزداد يزداد التعاطي والشباب أساسا هم المستهدفون من هذا من هذا السم القاتل هذا فإذن هذه الأهداف الثلاثة ولا شك أنه الآن المغرب واقع تحت تنديدات وتقارير متعددة لما يقنن يقول أنا ندير القنب الهندي من أجل من أجل الأغراض الطبية لنبيع للبلدان فقط والأغراض البحث العلمي كأنه يبرر زراعة القنب الهندي ليه غير مبرر ولا يقبله أحد تحدث عن المغرب هو تحت مجهر العديد من المنظمات الدولية نتحدث عن منظمة دولية لمكافحة طبيعي الأموال وكذلك تمويل الإرهاب إذن يمكن القول أن الآن الخطر هو مزدوج بين زراعة وتجارة القنب الهندي وكذلك تمويل المجموعات الإرهابية من جهة أخرى من المعلوم أنه هناك علاقة وطيدة بين جرائم بين ثلاث جرائم منظمة عابرة للحدود والقارات المخدرات وتبييد الأموال والإرهاب هذا ارتباط متين بينهم خاصة تجارة تجارة غير المشروع في المخدرات وتبييد الأموال هيئة الممتحدة والمختصين يقولوا بأن عائدات التجارة غير المشروع في المخدرات سنويا تفوق عائدات تجارة البيترول فإذن المخدرات تدر أموال كبيرة جدا أموال طائلة جدا فلا يمكن للمغرب اليوم وهو في أزمة أن يتخلى عنها ولذلك هو يحاول أن يسهل حتى تبيض الأموال التي تعود على المخدرات من المعلوم كذلك أن شبكات توزيع المخدرات في أوروبا حتى الاستهلاج المباشر يعني فيها مغاربة كثير مباشرة يستعملوهم في توزيع المخدرات والأموال يعيدها للمغرب لتبيضها وإدخالها في الاقتصاد الدولي إلى آخره فإذن تبيض الأموال والمخدرات مرتبطين ارتباط وثيق ومعلوم أنه في المغرب المهربين نجدونا سهولة كبيرة لإدخال عائدات التجارة غير المشروع في المخدرات في الاقتصاد المدة الأخيرة ما هو معلوم وما هو أصبح مقبول جدا أنه حتى تجارة الكوكاين أصبحت يعني منتشرة كثير في المغرب بحيث أنه عندما وجد مهربون من جنوب القرى الأمريكية وبصفة أساسية من كولومبيا وجدوا صعوبات لولوج إلى أوروبا لأن أوروبا هي سوق كبير لجأوا إلى شبكات تهريب المغربية لعندها تجربة كبيرة في الدخول إلى أوروبا فلذلك الشبكات المغربية إذا سمحت لي الشبكات المغربية لم تكتفي الآن بتسويق القنب وإنما كذلك حتى القنب حتى الكوكاين والمخدرات الاصطناعية وهي المؤثرات العقلية طيب أستاذ عبد النوري بالنظر إلى تعدي المغرب ونظام المخزن على تشريعات المعاهدات الدولية هل يمكن أن نشهد مقاضات للمغرب خصوصا أنه أضحي وشكل خطر كبير كما ذكرت على دول الجوار المقاضات في المستوى الدولي على المستوى الدول عملية تقيلة وصعبة جدا ولا تصل عادة إلى نتيجة حتى وعندما تصدر أحكام مباشرة لا تطبق لا تطبق في القانون الدولي بصفة عامة فما بالك بالنسبة للمخدرات ولا يمكن يعني إحنا في الجزائر يجب أن نعمل وهناك جهود كبيرة خاصة من طرف الجيش الوطني الشعبي يجب أن نحمي حدودنا بغض النظر عن إنتاج المخدرات في المغرب ولا في غير المغرب إحنا مسؤولين على شبابنا على مجتمعنا صحيح أنه في المؤسسات الدولية في المجتمع الدولي نندد وليس هناك أكثر من التنديد ربما يصدروا تصدر لائحة من طرف الهيئات المختلفة في أقصى الحالات وتبقى لائحة يعني غير 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 مجبرة وغير قصرية ولا يمكن ويقولوا هما كان مبدأ عام يقولوا كل دولة عندها سيادة على طرابها لكن في التعاملات فقط يحاولوا يأطروا عليهم طيب أستاذ عبد النوري تحدثت عن الجيش الوطني الشعبي وحدات الجيش الوطني الشعبي في كل مرة تحجز أطنان كبيرة من هذه السموب خصوصا على الحدود الغربية من الوطن لتدخل إلى الجزائر أو لتعبر كذلك إلى بلدان أخرى تتخذ من الجزائر طريقا لها إلى دول أخرى هل ترى أن الخطر الآن يتضاعف خصوصا بعد تقنين المغرب لهذا الزراعة والتجارة هو من ناحية العملية تقنين وغير تقنين ما عندوش ما عندوش تأثير لأنه المنتوج المغربي معروف وموجود والزراعة موجودة هو قولنا هو عملية محاولة يائسة ومحاولة بائسة من طرف المغرب لتبرير الإنتاج أما الإنتاج فلن يتغير إنما على المستوى الدولي سيقول بأنه أنا نخدم في إطار القانون القانون المغربي وعندي تبرير لذلك والمزارعين يقدموا في ضل القانون لكن احنا عنا أشرت فيما سبق أنه في 2020 مصالح المتافحة وبصفة خاصة الجيش الوطني الشعبي حجزوا حوالي 77 طن من القانب على الحدود بصفة أساسية في الحدود الغربية لتعلمين أمين أنه في 2013 كمية القانب المحجوزة كانت ميتين وحداش طن ميتين وحداش طن في 2013 نقصت إلى 77 طن في 2020 هذا بفضل يعني لأنه من بداية 2010 إلى هنا الجيش الوطني الشعبي أخذ أخذ على عاتقه مهمة حماية الحدود خاصة بالنسبة لإدخال المخدرات ولذلك أصبح من الصعب جدا على الشبكات أن تدخل كميات معتبرة من المخدرات ولذلك قلصت الكمية المحجوزة من ذلك إلى الآن لكن مع ذلك المهربون عندهم وسائل متطورة جدا لا يمكن لأي قوة في العالم أن تمنع كليا دخول المخدرات إلى مساحة جغرافية معينة لأنه أولا المخدرات تدر أرباح كبيرة يعني المهربون عندهم أموال كبيرة جدا هذه الأموال تسمح لهم باقتناء كل الوسائل المتطورة التي لا تستطيع بعض الأحيان حتى الدول اقتناءها ثانيا يستطيع المهربون أن يرشوا كل يعني كثير من الناس بقوة المال يمكن أن يدخلوهم في عملية وفي مصار التهريب شكرا جزيلا لك مدير السابق لديوان الوطني مكافحة المخدرات صالح عبد النوري على حضورك معنا وعلى كل التفاصيل التي قدمتها لنا شكرا جزيلا شكرا إذن مشاهدين نتابع أخبارنا ولوجو المنتجات الجزائرية الأسواق الخارجية وجلب المستثمر الأجنبي أهداف تسعى الحكومة لتجسيد